بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طيب اليوم راح تكلم عن موضوع اللي هو تغيير الفاليو أثناء تسجيل الدخول مثلا أو صفحة تسجيل مثلا طيب الآن راح امع الفورم لأكشن أو بدون أكشن لأنه نفس الصفحة راح يكون بوست طيب هنا راح امع الانبوت نام مثلا تي وان بي ار طيب راح اضيفه أكثر من مرة هنا آخر شي نام راح سميه آدد طيب راح يكون طيب والفاليو الفاليو راح يكون دخول أو تزيل الدخول دخول طيب اه راح توجه هنا شوف النتيجة اف خمسة لاحظوا الحقول اللي عملناه هنا دخول طيب آآ الآن راح اسمي الفورم مثلا آآ اسميه نام آآ مثلا اف ون طيب اف ون طيب الآن راح احمل هنا جافة سكربت طيب راح احمل راح اسميه مثلا طيب آآ في راح احكي له اول شي من الوثيقة اللي انا فيها يعني الصفحة اللي بكتب فيها الآن جيب لي اللي هو آآ الفورم اللي سمناه احنا اف ون اف ون من الفورم اللي هو اف ون نجيب لي آآ النام آدد هنا اللي سميت سميته طيب ومن الآدد جيب لي value وغير لي العجاري تسجيل الدخول طيب الآن نشوف النتيجة آآ او قبل ما نشوف النتيجة هنا نضع ان سميت يعني عند الضغط عند الارسال يعني قصدي انه يتوجه return آآ بحيث انه يعود لايش آآ للفنكشن اللي سمنا او ممكن نعمل هنا جاء في السكربت نقطتين ونكتب او بدون جاء في السكربت ما في اي مشكلة طيب الآن نتوجه للفورم نضغط نضغط F5 آآ نكتب مثلا هنا وان وان اي شي يعني طيب آآ راح اضغط دخول الآن لاحظوا جارة تسجيل الدخول بيحول آآ بيغير عفواً بيغير الفاليو لجارة تسجيل الدخول طيب وممكن احنا نعمل شي تاني ايضاً آآ نفس الشي آآ هنا راح ازجيل الفاليو وراح اكتب له انه يعني يغير آآ مثلا يخليها للون كأنه مضغوط عليها يعني او شي يساوي طيب هنا F5 طيب نكتب مثلا اي شي هنا اي شي طيب راح اضغط دخول لاحظوا جارة تسجيل الدخول كيف تصبح شكلها طيب آآ الى هنا انتهى الدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته